أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد رئيس مجلس وزراء بالنجاح الكبير لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلوان والذي أقيم في حلبة كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سموه أعرب عن تهنئته إلى خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة ونوها سموه لدى حضوره يوم أمس السباق النهائي من جائزة السعودية الكبرى للفورميلوان بالجهود التنظيمية وما ظهرت عليه حلبة كورنيش جدة من تميز خلال النسخة الأولى وهو ما يؤكد على ما تكتسبه المنطقة من مقاومات تؤهلها دوما للريادة في العديد من المجالات مشيرا إلى أن هذا النجاح سيعزز من موقع المنطقة العالمي في تنظيم سباقات الفورميلوان إلى جانب حلبة البحرين الدولية والحلبات الأخرى في المنطقة ويزيد من الاهتمام فيها وجعلها محط أنظار الجميع وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ما تحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة من منجزات خلال السنوات الأخيرة التي ينعكس أثرها على الجميع في المنطقة نحو مزيد من الرفعة والنماء لافتا إلى النجاحات التي تحققها المملكة الشقيقة في تنظيم الفعاليات العالمية المختلفة على أرضها وما توليه من اهتمام لاستقطاب المزيد منها